السلام عليكم يا شباب. ده الترانسفورمر زي بتوقع في مكنة الاسنان اللي هي المحاولات الخافضة اللي بتاخد الفولت الرئيس اللي عندي اللي جاي من مصدر الكدرة وتوزوه على البرد عشان تاخد منه الاضاءة وكنترول والمواتر بتاعت المكن. لو جينا نبص على التشارط بتاعت المحاول هنا نلاقيها النوع عبارة عن ملف ابتدائي واثنين ملف سانوي. خلاص. الملف الابتدائي حططلي فيه طرف كومون اللي هو الزيرو فولت مئة فولت مئة وخمساشر فولت مئة سبع وعشر فولت متين وثلاثين فولت. كل طبعا اه اس دابل سري واس دابلو سيفن واس دابلو سيكس واس دابلو فور. مراكم كل طرف عشان يبقى سهل عليها في التوصيل اللي هم خمس ده. الكمس اطراب بتوع بتوع الدخل ده. معناة الكلام ده معناة لنا لو خدت الزيرو فولت ده كومون. لو خدتم مع المئة فولت يبقى المكان اللي هنا فيه الداخل بتاعهم ايه. ممكن لاخده مع الـ 115 لو الداخل بتاع 115. او 127. الـ 0 والـ 127 لو الداخل بتاع 127. و0 و230 اللي هو الغالي بتاعنا الـ 230. لو بصنا تحت نلاقي اتنين فيه اتنين ملف سنوي. zero vult و25. و0 vult و24. اللي هم الطرفين دول. كل ملف سنوي له طرفين. طرفين همه. وطرفين همه الملف في السنوي الثاني. طبعا عشان يسهل عليهم ركام هنا. و اي وان و واي اي دول الطرفين بتوiamo الملف السنوي السنوي الاول sono عندي و bnلى هما الطرفين بتوع الملف السنوي التاني والملف ابتداء اللي احنا قلنا عليه فوق ده الخمس اطراف بتاعه اللي هما موجودين عندي طيب هو اعمل له обязательно Marloch ماذا ديه في الملف الابتدائي عشان على حسب الدخل الموجود عندي في مصدر الكدرة اقدر اوصل زي من عايز برقم لكل طرف. على حسب الدخل اللي عندي بقى مكان اللي انا في سواء مئة وعشين غولت ولا مئة وعشرة اقدر اوصل عندي. عاطيني يعني المحاول اللي قدامي ده متعدد الدخل ومتعدد الخارج. هي المكان بيقى فعبا على المحاولين. اللي ياسي هنا.